السلام عليكم يا ابطال كيف الحال يا رب تكونوا ان شاء الله بخير وبصحة ان شاء الله بإذن الله اليوم مع الصف الثاني الابتدائي تمام احنا طبعا في صفحة مية واثنين واربعين مية واثنين واربعين تمام اللي هي عباء اللي الدرس اسمه الجرام والكيلو جرام الجرام والكيلو ايه جرام في فرج كبير بين الجرام والكيلو جرام بس هما الاتنين لقياس القتلة لقياس القتلة يعني ما شاء الله اكيد انت ذهبت مع ابوك في المولاد في كرفور وفي العسيم جبل السابق وشفت الوزن ياما بالوزن بالكيلو جرام ياما بالجرامات يبا الكيلو جرام او الجرامات هدول لقياس القتلة طيب الجرام الواحد زي حبة الترمس اللي قدامك ده ده جرام وزنها جرام يعني الجرام صغير مرة تمام طيب الكيلو جرام زي ايه يا بطل الكيلو جرام زي العلبة اللي قدامك ده علبة الترمس ده كلها كيلو ايه جرام او عبارة عن الكيلو جرام عبارة عن ستة تفاحات وسط ستة تفاحات وسط يبقى فيه فرج بين الكيلو جرام والجرام طب الكيلو جرام والجرام يا أستاذ الكيلو جرام فيه ألف جرام يعني لو ديت الصغيرة ديت الحبة ديت جرام يبقى دي كيلو جرام يبقى دي فيه ألف حبة ألف إيه حبة خلاص كده يا أبطال يبقى إيه عرفنا الجرام والكيلو جرام يبقى الجرام تاني نجيز به الأشياء الصغيرة الخفيفة الأشياء الخفيفة إنما الكيلو جرام أجز بالأشياء الثقيلة الأشياء الثقيلة خلاص طيب هنا بقول لي أحوط التقدير الأنسب للكتلة الريشة طبعا الريشة خفيفة مرة تعتقد إن هي جرام واحد ولا خمسة جرام طبعا أنا أعتقد إن هي جرام واحد خفيفة مرة الريشة طيب المساحة المساحة تعتقد إن هي اتنين جرام ولا عشرة جرام أيوة يعني المساحة ديت يا بطل وزنها اتنين جرام بس ولا عشرة لا طبعا هي عشرة جرام أقل حاجة ممكن تبقى خمسة عشر أو عشرين تمام حجة الورد الجميلة اللي مثلك ده تمام تعتقد إن هي كيلو جرام ولا عشرة كيلو ده صغيرة ما هي كبيرة أيوة دي تجي يدوبك كيلو جرام خلاص يا حبيبي بيسألني سؤال زكي هنا بجيوب لك علي بسرعة بيقول لك هل يكون الشيء الكبير دائما أثقل من الشيء الصغير لا طبعا يبقى أحيانا بيبقى فيه شيء كبير ولكنه وزنه خفيف وزنه خفيف زيه السفنج كده السفنج كبير بس الوزن حجه خفيف بينما مثلا الحديد الحديد بتلاقيه مثلا صغير في الحجم ولكن وزنه كبير يبقى هل يكون الشيء الكبير دائما أثقل طبعا لا مش دائما يكون ايه طبعا أثقل اللي بعده طبعا بيقول ايه حضر دا وانا كنت ايه الدرس دا بشرحه بالميزان في المدرسة بس يلا ربنا يعودها ايان بقى طيب اللي عندك الايه القلم هذا القلم ده 3 جرام ولا 15 انت المفروض بتخمن الأول بتقول هو 3 ولا 15 وبعدين بيكون عندك ميزان في البيت اذا عندك بتجيسه اذا عندك ميزان بتجيسه ما عندك خلاص طبعا القلم هذا عبارة عن 3 ايه 3 جرام انا اتوقع انه هو 3 جرام الحين المفروض ما احطه على الميزان بيطلح 3 ايه 3 جرام خلاص يا بطال طيب المشبك ده المشبك ده حج الورق بيبقى خفيف مرة هل هو 10 جرام ولا جرام لا طبعا انا اعتقد انه هو جرام واحد جيسه بقى انت بالميزان حطه على الميزان بمساعدة امك او ابوك او اخوك الكبير وبتلاقي جرام ايه جرام واحد طيب الشنطة ده والشنطة ده بيكون فا مفاتيحه بيكون فا ايه المفاتيح حاجة الناس اللي بيشتغلون العمال وكده ربنا يجاوهم يعني هل دي بتبقى تجيلة شوي هل ده 5 كيلو ولا 15 لو هي اللي فا المفاتيحه العدة حاجة الشغل بتكون تجيلة بتكون 15 ايه 15 كيلو طيب الكتاب الكبير ده هل 30 كيلو ولا 2 طبعا مستحيل يكون 30 كيلو ده 30 كيلو ما انا اقدر نشيله لا ده هو بس اتنين ايه تقريبا اتنين اتنين كيلو يارب بتكون بتكتب معايا بطل احنا في صفحة 143 143 وكام واربعين طيب شوية الاوراق الصغيرين مع القلم الصغير ده 100 جرام ولا 1000 لا دول طبعا 1000 جرام يعني كيلو جن 1000 جرام دول ما يجوا كيلو هدول يجون 100 جرام 100 ايه جرام اللي اني بيك تعرفوا كل من الدرس يا حبيبي ان في حاجة اسمها الجرام وفي حاجة اسمها الكيلو ايه جرام الجرام نجيز به الكتلة الصغيرة والكيلو جرام نجيز به الكتلة الايه الكبيرة الكيلو جرام قلتلك زي 6 تفاحات وسط تفاحة جميل 6 وسط هزي يكون كيلو ايه كيلو جرام الجرام بقى صغير زي الحبة كده زي حبة الليب زي حبة الترميز زي حبة الفول كده هو جرام خلاص يارب بتكونوا فهمتوا يا حبيبي وبتفكروا لي بس في رقم كام رقم عشرة هي مسألة زكية مثلكم رقم كام رقم عشرة والسلام عليكم